طيب ده المفروض يتم اللي حاصل ايه احنا لما بنقول انه الزمالك وافق انه يلعب مبارياته كل 48 ساعة اتحاد الكرب ذات نفسه اعلن كده وتلقى هزه الموافقة هو انت ليه لما مع النادي الاهل بتمسكله على الورقة بس انت تذكر ساعتها انا قلت ايه قلت ايه هنا افلح انصادق قلت لان يحدث طيب بص على الشاشة هذا الخطاب الخطاب ده من نادي الزمالك الى التحاضر الكرة بشأن هذه المباريات بمواقع من الاساس مرتضى منصور رئيس مجلس الادارة السيد مهندس هاني ابو ريدا عشان كده ده موجه للمهندس هاني ابو ريدا يا بتتحكوا علينا يا انتم موافقين ويدحك عليكم يسعدني ان اهدي سياداتكم خلص تحياته وتحيات مجلس ادارة نادي الزمالك للالعاب الرياضية بناء على الخطاب الورد الينا من سياداتكم بشأن موافقة مجلس ادارة الاتحاد المصر لكرة الخدم على تأجيل مباراة الفريق الاول لكرة الخدم مع الانتاج الحربي بالدور العام لذا نتشرف بالاحاطة بموافقة مجلس ادارة نادي الزمالك للالعاب الرياضية على اقامة المباريات القادمة للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ايام تسعة واتناشر وخمستاشر مايو وفقا لما جاء بكتابكم وتفضلوا بجزيل الشكر معناه ايه ده بقى تسعة واتناشر وخمستاشر يعني كون تلات ايام زي واحد ما ادي شيك بدون رصيد والتاني اقل وانا مش هصرفه طيب انتو عندكم هزي الموافقات لما لجنة المسابقات برئاسة المهندس عامر حسين خطت الجدول وخطت الجملة المفضوحة اول في نهاية الجدول مش كان عندها هذه الموافقة مش كان عندها هذا الاقرار بالاستعداد لاداء مباراة كل اقل من 72 ساعة السؤال بقى السؤال بقى ده لما ما حصلش اثر ولا ما اثرش اثر ان انت اجلك بناء عليه لا مش بس التأجيل انت هذا فريق بيلعب بقى ريحية فريق كان بيلعب تحت ضغوط بالزبط فين العدالة هنا حطيت الالي تحت ضغط خلته يلعب ده داخل الملعب اللي خارج الملعب الكلام ده وقلت له حنشوف ده بعد كده طيب بعد كده بتضحك عالناس يعني بعد ما جالك الجواب وبعد ما اجلت المؤجل وجزأت المجزأ وكشفت المكشوف وكسفت المكسوف جايت تطلع جملة زي دي عشان تقول لي بقيت الاندية ان انت شغال وان وي هل ده فيه ابسط قواعد حفظ تكافؤ الفرص والعدالة بين الاندية ما هي اما تضحك عليك اما بتضحك عالناس وانت بتحط الجدول بهذا الشكل اما وان عندك هزه الموافقات انت لما بتنفذهاش ايه اللي بيمنعك بجد من ان انت تكون فير ايه اللي بيمنعك ان انت تكون على قدر المسئولية في فرض النظام على الجميع يمين الطلاق يعني هونا كل نادي هي قادر يحلط طلاق لا انا منداش جدا يعني الحوار اللي بنائنا عليه اتحاد الكرة قال لهم طب التزموا بالجدول ده فبعطوا له انتزام ماذا كان يعني ينقص اتحاد الكرة انه انه ينفذه الا اذا كان مفيش ارادة داخل اتحاد الكرة لتنفيذ هذا الامر مفيش ارادة مفيش ارادة طيب اتحاد الكرة ليه احنا بنقول اولا النادي الزمالك في مشاركته الافريقية نتمنى له كل التوفيين ان شاء الله في مباراة الحد لانه اي انجاز يتم على الصعيد الخارجي مهما تتقال بين الجماهير انه ده حاجة تخص النادي الوحده لا يا سيدي يسعد مصر كلها انه كل ولادها ينجحه النادي الالي طول عمره حتى وهو في المعترك الافريقي لو كان بيبص المصلحته انه يقدر يدخل بطولة عشان يقفل على الزمالك ما يشاركش بالبطولة التانية كان تقريبا الزمالك فقط نص فرص القابل القرية نص الفرص اللي خدها كان بيخدها لانه الاهل بيفضل المشاركة في البطولة التانية كان بيقول عن البطل وبيختار بطولة بيختار البطولة وبيفتح الطريق للزمالك ويفتح الطريق للزمالك هو ده الاهل وهو ده الزمالك وهي ده العلاقة طيبة اللي المفترض تسود وتستمر آه في منافسة في منافسة في دفاع عن حقوق مشروعة لازم أن تكون في احترام لكل الهيئات دواجب أساسي لكن بما يحفظ مبدأ تكافر الفرص والعدالة بين الأندية لما تعاملت مع الأهلي بالمنطق وبالموعيد غير الأدمية اللي أنتوا حتشوفوها طوال السنة لازم أن تتعامل بها مع الزمالك ومع الإسماعيين ومع أينادي شارك والإرهاق والإصابات وخروج الأهلي في البطولات خلال أسبوع عشر ديام طبعا دفع فاتورة بيدفع فاتورة إنه بيتعور له سبعتاشر لعد بفعل الإجهاد اللي مجرد مز مالك شارك وتعور اتنين لعيبة كل الجرائد قامت على أطرافها لكن الأهلي بيتعور له سبعتاشر لعد بفعل الجدول المضغوط غير الطبيعي اللي أنا حفكركم وأفكرهم كان ماشي إزاي المهندس عامل حسين رئيس لجنة المسابات حط للأهلي خمس مباريات في خمستاشر يوم اللي نسوا الجواب اللي عندهم اللي انتوا شفتوه وموجود عندهم ما استخدموه مش بس استخدموه ضد الأهلي نفس المعيار يلعب خمس ماتشات في خمستاشر يوم وان كنتوا نسيتوا اللي جرى هادوا الدفاتر بتتقارى في خمستاشر يوم وانفكركم يوم تلاتين مارس الأهلي لعب مع الزمالك كمة الوحل اللي كانت في ملعب اللي انتوا فاكرينه كله شوفوا المعاناة كانت عاملة زي وكان اللي اللي تلع بيقول لك سرط يلعب الأهلي تلاتين مارس ويلعب مع الاتحاد السكندري يوم اتنين إبريل في نفس ال بعدها بيومين في نفس ال انتم متخيلين السادة أصحاب الجملة المفضوحة يلعب مع ده أو يلعب مع ده بس بناء على ما نشوف مين اللي هيستريح هم اللي عملوا كده حطوا للأهلي يلعب تلاتين مارس ويلعب اتنين إبريل مع الاتحاد عشان يطلع من مباراة الاتحاد على المطار على طول يسافر إلى أدنى أطراف جنوب القارة عند رأس الرجاء الصالح عشان يلعب مباراة ساندون يوم ستة إبريل تلاتين مارس ستة إبريل فيهم صفر ستة أيام فيهم ثلاث مباريات وفيهم صفر كم ساعة فيها صفر أولا أنت كنت بتلعب في برج العرب مع الزمالك ومع الاتحاد وبتروح تسافر لأدنى جنوب القارة في خلال تمنت أيام بتلعب تلات مطشاط منهم أولهم مباراة القمة بكل تبعاتها ثم مباراة الاتحاد السكندري ثم مباراة ساندونز المشؤومة اللي شفتوا التأثير البدن الواضح فيها ويرجع يرجع بعد ستة إبريل عشان يلعب عشر إبريل مع المقص الزمالك تفرغ له الجدوى الخالص قبل وبعد وفيما بين مبارتين نهضة بركان مش كده قبل ما يسافر تأجله مباراة الانتاج الحربي عشان يسافر شفتوا بناء على هذا الخطاب الأهل ما تأجلوش أبدا لمباراة القمة ولا مباراة الاتحاد السكندري يوم اتنين يوم اتنين إبريل لعب مع الاتحاد السكندري وطلع على المطار الزمالك ما تعملش كده مع الانتاج الحربي اترحلت وتم توسيع المكان كويس برافو عليكم بيمثل مصر حتى وان كانت الجملة اللي الناس عملت استخدمها الممثل للوحيد للكرة المصرية الاهل فضل 17 سنة من 2002 هو الممثل للوحيد للكرة المصرية كل التوفيق للزمالك طبعا لكن انتوا شايفين اللي انت عملتوا ايه مع الاهلي وبتعمل ايه مع الزمالك بتأجل الانتاج الحربي وتوسع المكان للزمالك اجبرت الاهل انه يلعب مع الاتحاد السكندري ويطلع على المطار يوم اتنين ابريل طب لما رجع الاهلي وفيما بين مبراطي ساندونز بكل اوجاع والام ومشاكل ورواسب مبراط ساندونز والعبء النفسي الكبير اللي قلقته نتيجة الزهاب على الاهلي هو انتوا رحمتوا الاهلي هو انتوا رعيتوا ان الاهلي بيمثل مصر في دور الابطال لا لعب 6 ابريل في جنوب افريقيا رحوا حطلوا المقصة 10 ابريل طب الزمالك لما رجع من نهضة بركان حد قال له خد لعب مباراة ابدا من ساعة لما رجع لغاية لما هيلعب يوم الحد ما جرؤش حد في كل مباراة هيقول لك دي فاينل طيب ما انت عملت كده مع الاهلي فمباراة يعني هي سانداونز دي مش نهائي مبكر يا سيدي لا انت عملت لزمالك نفس الارحية في السيمي فاينل وما عملتش للآله في الكلام ده في اي سيمي فاينل خده لك طيب انت لعبت الآله مع المقصة يوم 10 ابريل قبل مباراة سانداونز بتلتين 13 ابريل كان العودة مع سانداونز يعني من 13 ابريل ل30 مارس 15 يوم بالزبط لعبت الاهلي فيهم خمس مباريات بينهم مباراة قمة بينهم مباراة سانداونز في اطراف جنوب القارة فيها مباراة عودة بكل تبعاتها خمس مباريات في 15 يوم من 30 مارس ل13 ابريل هل اللي انت عملته مع الاهلي هو اللي النهاردة بتعمله مع الزمالك انا بحييك على اللي انت بتعمله مع الزمالك بس بنطلبك بمسطرة واحدة بنطلبك تفتكر ان انت الاتحاد المصري لكرة القدم عايز تغير اليف تغيرها براحتك لكن بالشكل ده شي غريب جدا غريب جدا هل المسألة كانت قصرة على الخمس مباريات في 15 يوم ابدا كان استمرار للجدوى للموجع غير الطبيعي اللي انتوا فرضتوه على الاهلي وما عملتهش مع غيره ده اللي احنا بنذكركم به انت مع الاهلي عملت ايه من 22 نوفمبر الماضي من 22 نوفمبر اللي عايزين تلضموله كمان الموسم القر الجديد عشان خايفين من عليها الطلاق عايزين تلحمه الموسم القر الجديد كمان يطلع من كاسة الامم الافريقية الانديا المصرية وبينها الالت تدخل على بطولة افريقيا مباشرة وانه بعد كده تدوره هو احنا بنخسر ليه هي دي الاسباب شوفوا شمال افريقيا شغالت ازاي بمعدلات محترمة ومنضبطة ازاي وانديتها بتتفوق ليه واحنا هنا بنهلك اي حد يشارك من ضمنها الزمالك برضو لانه اللي حيسري على الاهلي في لضم الموسم القر مع الموسم القر هينطبق على الاهلي وعلى الزمالك وعلى من يشارك معهم في بطولتين افريقيا بالتأكيد واللي حتختاروهم او حيختاروهم الجماعة بتوع البطولة العربية طيب هل لما يكون عندي جدول انا بلعب من 22 نوفمبر يا باشواندز من 22-11 والقال بيلعب كل 3 او 4 مباريات او 4 ايام مباراة لا ليلعب مع المقولين يوم 27 نوفمبر 27-11 3 ايام يعني 1 ديسمبر يلعب بتروجيت 5 ديسمبر يلعب الجونة 9 ديسمبر يلعب مع الجيش الاهلي وجيمة جفارة 14 ديسمبر الاهلي والنجوم 17 ديسمبر 14 و17 استحو يلعب مع جيمة جفارة برا يوم 23 ديسمبر ويرجع بعدها بيومين عشان يلعب 29 مع الداخلية 29 ويغيب 3 ايام ويلعب 4 فبراير 4 يناير مباراة بيرامدز و8 يناير يلعب مع اسموحة يلعب 8 يناير فيلعب 12 يناير مع فيتا كلاب يلعب 12 فيلعب 16 مع السورة الجزائري والمقصة يوم 24 و24 يلعب يلعب 28 مع دجلة 28 يناير يلعب 2 فبراير مع سينبا التنزاني 2 فبراير يلعب 5 فبراير مع انبي 3 ايام على طول 5 فبراير يا مؤمنين يلعب 8 فبراير مع الحدود 8 فبراير 4 ايام يلعب مع سينبا مباراة برا 4 و12 او 8 فبراير ويسافر عشان يلعب بعد 4 ايام يوم 12 ويرجع يلعب 12 يرجع تاني يوم 14 فيلعب 16 مع الانتاج الحربي ويلعب مع الداخلية يوم 20 ويلعب مع الجونة يوم 24 بصوا المعدلات اللي الاهل يلعب بيها واعرفوا اسباب الاصابات كانت ليه والاجهاد غير الطبيعي اللي الناس التمست فيه العزر للمنافسين وتهكمت فيه على الاهل وعلى جهازه الفني وهو بيواجه مش مباراة ولا اتنين ولا اربع مباريات محتسين فيهم لا دا انت فرطت عليه كل الجدول طوال الموسم من نوفمبر اللي فات وهو بيلعب بالمعدلات غير الطبيعية دي انت ما حسبتش المشاركات العربية في النص اه كمان يعني صحية لكن تعمل دا ومع المنافسين شبك لبك عبدك وخدامك بين يديك من غير ما تحلف كله يتنفذ وتتكلمه على العدالة وتتكلمه على بقية الاندية بتشتيكي ليه